ربما لم ينكشف ضعف الموقف الرسمي العربي مثل من كشفها بسبب الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ ما يزيد على تسعة أشهر فهذه الحرب بما تضمنته من مجازر دموية أسفلت حتى اليوم عن مقتل وإصابة نحو 130 ألف فلسطيني أكثرهم من النساء والأطفال كشفت عن قدر كبير من الضعف والتردد العربي في استخدام أوراق القوة التي تملكها الدول العربية بهدف وقف الحرب ولقد تجلت مظاهر الضعف هذه في غياب الحد الأدنى من الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني حيث عاجز النظام الرسمي العربي عن تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الرياض في تشرين الثاني من العام الماضي والتي نصت على كسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية وبدلا من ذلك الدعم صرف النظام الرسمي العربي جل جهوده في محاولة إقناع القوى الدولية الكبرى بضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الحرب متجهلا أن هذه القوى الكبرى هي الممول الرئيس والداعم والمشارك لكيان الاحتلال في قتل أطفال غزة ونسائها وبينما يرسم الواقع صورة بالغة القتامة للمواقف الرسمية عربيا ودوليا على حد سواء فإن حرب غزة دفعت بالقضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وكذلك دفعتها إلى صدارة المشهد الشعبي عبر حراك احتجاجي للطلاب الجامعيين على اتساع خارطة العالم من اليابان إلى الولايات المتحدة كما كشفت عن تنام للوعي العربي عبرت عنه الحملات المؤثرة لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال في المحصلة فإن حرب غزة وتداعياتها الحالية تشيء بأن ثم تتغييرا إيجابيا عميقا يجري على مستوى الوعي المجتمعي عربيا ودوليا الأمر الذي قد ينعكس مستقبلا في صورة تغيير سياسي قد تتجاوز حدوده خارطة فلسطين بل والشرق الأوسط